الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياءة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد ندرس في هذا الوقت إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق السداد لي ولكم ندرس متن القواعد الأربع اعتدنا على أمور قبل الدراسة منها لماذا ندرس التوحيد هذا تقدم معنا لماذا ندرس الأصل الثلاثة تقدم معنا نصيحة علماء لماذا ندرس القواعد الأربع نصيحة العلماء وكذلك ندرس القواعد الأربع حتى نستطيع بهذا القواعد أن نرد على كل شبهة يأتي بها أهل الشرك في زمانيا هذا خلاصة الرد على أهل الشرك في زماننا مفهوم؟ أيضا نعتدنا قبل الدراسة أن نسأل عن محتوى الكتاب ذكرنا فيما تقدم أن الوصول الثلاثة يحتوي على خمسة أقسام هذا المثل المثل القواعد الأربع يحتوي على ثلاثة أقسام المقدمة وفيها عنوان السعادة هذا القسم الأول القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد مهم جدا في كل كتاب نقول هذا ولابد وذكروا هذا المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث القواعد الأربع أعيد القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد قسم الثالث القواعد الأربع هذا المثل المثل القواعد الأربع تقريبا هو كل ملخص لكشف الشبهات كما أن الأصول الثلاثة كل خلاصة لكتاب التوحيد لو قال قائل لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا نقول لا نحن طلاب ما تقدم ولا تؤخر إلا بالرجوع للعلماء ورجعنا للعلماء بعض العلماء ومنهم الشيخ صالح على الشيخ يقول أن القراءة في كتاب كشف الشبهات محرم قبل دراسة كتاب التوحيد كذلك الآن مثلا مثلا أشرت تتراه في السوق أو كتب مؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة من معركة الجمل وغيره ما حكم القراءة في هذا الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة يفت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن القراءة في هذا الكتب حرام لماذا؟ لأنه قد تسمع شيء ويبقى في قلبك شيء على الصحابة رضو الله عليهم والله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن ما شجر من الصحابة ومن الفئة الباغة وغيره صح؟ لكن سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما تعتقد في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا أنك رؤف الرحيم وهل تسأل هل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي؟ أم لا؟ فهذه الأمور التي تسمعها اليوم وتراها وبكثرة يعني في هذه الأيام مسلسل خالد بن وليد مسلسل عمر بن الخطاب هذا إخواننا نبه عنها المفتي أن هذا استهزاء كفر أسمع بالله لو واحد يمثل أمك ماذا تسنع فيه؟ كيف يمثل الصحابة والصحابيات وتكلموا بل تطاول الأمر كان في الأول شيء فشيء يمثل بعض الصحابة دون كبار الصحابة ألا مثلوا كبار الصحابة ومثلوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مثلوا الملائكة مثلوا حتى برب العالمين سؤال سؤال البعض يقول هؤلاء وهابية ومتشددين طيب اسمع الكلام أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يمثل دور أبو جهل يمثل دور إبليس هذا إبليس صح يا شخ يحلف باللات والعزة وسب الرب حتى لو تمثيل هذا كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وإحنا ما بقي عندنا لتمثلنا دور أبو جهل هذا أبو جهل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها هذا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ما يمكن تقرع الكفر والظلال وسب الرب حتى ولا تمثيل لو واحد قال أريد أمثل سب الرب سب النبي هؤلاء هذا التمثيل وش التمثليات؟ يخواننا التمثليات اللي فيها المجون والأغاني وكذا هذه كبائر ما عندنا إشكال فيها لكن هذه هي الكفر الأكبر استهزاء قل أب الله يعني ما بقي لكم أن تستهزوا إلا بالله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم نعم سبحان الله أمر عجب ثم يعني حدث ولا حرج عن أمور سبحان الله يختلقوها هؤلاء حتى السيناريو يكون يعني شيء من حب وغرام وأعوذ بالله يخواننا القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدح في الصحابة رضو الله عليهم قد قدح في أمور أربعة احفظ هذه احفظ حتى تعرف أن الرافض اليوم أرادوا مننا هذا أن نقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح في الحقيقة القدح في الصحابة رضو الله عليهم قدح في الله الذي يقدح في الصحابة هو قدح في الله قدح في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة قدح في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم ماذا تريد بعد هذا قدح في دين الله من نقل لنا الدين الصحابة وإذا قدحنا فيهم وقلنا أنهم ليسوا بثقات معنى هذا أن الدين نقل لنا من أناس غير ثقات قدح في رسول الله لأن المرأة على دين خليلي قد حن في الصحابة هذا أمر واضح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم قال مثلهم مثل العين شفت عينك الآن إذا تألمك عينك تفركها تزيل قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل العين ودواء العين ترك مسها لا تقربها إلا بخير لا تذكر إلا محاسن الصحابة فقط قال لي رجل يوم من الأيام سمع مني هذا الكلام قال إلى متى إلى متى نقمض عيوننا وما نقرأ وتحرم علينا أنتم هذا قلت إلى أن تلقى الله تلقى الله وأنت مؤمن طاع لله وللنبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع الأمة أو تلقى الله وأنت منافق اختر لنفسك سبحان الله أمر عجب فإخواننا في السماع في قراءة الكتب لا بد أن نرجع للعلماء إذن أخذنا سبب دراسة التوحيد سبب دراسة القواعد الأربع الفهرس ثلاث أقسام يحرم على الطالب قراءة كتاب كشف الشبهات أو الكتب التي ذكرت الشبهات ما يصلح أن تأتي وتبحث عن كتاب من كتب الرافضة وتقرأ أبد لا تقرأ إلا كتب أهل السنة فقط الكتاب هذا قلنا يحتوي على كم قسم ثلاثة أقسام مقدمة وفي عنوان السعادة ولماذا ندرس التوحيد والقواعد الأربع نبدأ بالمقدمة إن شاء الله هذه المقدمة دعا فيها المؤلف للطالب أن يتولاك في الدنيا والآخرة لماذا قال وهو يتولى الصالحين إذا تولاك الله فأنت صالح من هم أولياء الله من يعرف من هم أولياء الله الذين ذكروا في الآية ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى إذا من هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقية كان لله وليه من كان مؤمنا تقية كان لله وليه ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات ولي ولي والله ولا شك في ولايته أنه ولي من أولياء الشيطان نعم ولهذا لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيطان طيب أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر هل النعمة ابتلا نعم أم لا لا هل النعمة ابتلا نعم أم لا الذي يعرف أرفع أسباب ما اسم الشيخ الدليل من القرآن من بعد عرض عشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إن ثلاثا بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم كل نعمة أنعم الله بها عليك فهي ابتلا تحتاج إلى تحتاج النعمة قبل أن تأتي إلى تعلق بالله لا بغيره وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوالح مرة أخرى النعمة ابتلا تحتاج إلى أمرين قبل أن تأتي تحتاج إلى تعلق بالله وبعد أن تأتي تشكر بالقلب واللسان والجوالح قبل أن تأتي النعمة بعض الناس بعض الناس هدان الله وإياه يمشي في الطريق ويرى السيارات والعمائر والقصور ومتاع الدنيا ماذا يقول يحدث يحدث نفسه يقول يا سلام لو تعرف علي هذا الملك أو الوزير أو الرئيس يقول يا فلان أنت حبيبي خذ ما شئت هذا شيك مفتوح الله أكبر صح صح هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله صحيح أو لا ها يريد يقول والله لا لا يخليني بس بواب عنده يعطيني الشيك مفتوح وكذا صحيح واقع واقع طيب الجنة تطلب من من الجنة تطلب من من الجنة الجنة من الذي يعطي الجنة الله إذن الجنة لا تطلب إلا من الله طيب طيب الرزق يطلب من من لماذا لأنه هو الذي يملكه يملك الجنة يملك الرزق إذن هذا عندما يمشي في الطريق ويفكل في الوزير وفي التاجر وفي الملك وفي الملياردير وفي كذا أخطأ خلل في التوحيد هذا وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق فابتقوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له تسمع في نشرة الأخبار أحيانا أين حكام العرب أين حكام العرب أين صحيح سبحان الله واشتريد من حكام العرب واشتريد من الوزراء واشتريد من الملوق ها وطلب من 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 الله إذن هذا الكلام اللي ترى كله ما يمكن هذا مخالف للتوحيد لأنه من يعرف التوحيد صحيح نعم لا سلطان ولا أغني ولا شيء هذا يموت هذا ويفلس وترى أمامك الملوك كانوا عندهم ما عندهم ثم انقلبت الأحوال ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت إذن عندما تمشي وترى هذه النعيم والقصور وكذا اشتصن تقول لبيك اللهم لا عيش لا عيش الآخرة هذه السنة لبيك ايش معنى لبيك ها إجابة بعد إجابة تقول يا عربي هذه الدنيا فانية وش أن نريد منها اللهم لا عيش اللي عيش الآخرة يعني مستجيب لله لأن الله سبحانه وتعالى قال وصبر نفسك مع الذين يدعونه ربهم الغذات والعشي وريدونه وجهه ولا تعدوا عناها كعنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطة ما استفاد شيء من هذه الدنيا إذن ما تتعلق إلا بمن بس تمشي وترى تقول يا اللهم من أسألكم من فضلك إذا ما أردت الدعاء الأول عدى الأمر الله نعم توكل الحياة الذي لا يموت رزاق طيب جاءت النعمة وهذا المشكلة الإشكال في وقت السراء لا وقت الضراء انتبه الإيمان على نصفين سراء ضراء الإشكال دائما في وقت السراء لأن وقت الضراء يلتج إلى الله كفار مكة يلتجوا إلى الله يا رجل كل الإشكال وقت السراء جاءت النعمة وقال الرزاق خذ إش يصنع يشكر كيف تشكر النعم بالقلب إقرار واعتراف وما بكم من نعمة فمن الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر وما أكفر ومن شكر فإنما يشكر النفسي ومن كفر فإن ربي غني وكريم بالجوارح يصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل انتبه نعمة البصر نعمة ابتلاء تحتج إلى الشكر لا ينظر إلا فيما أحلى الله نعمة السمع لا يسمع إلا فيما أحلى الله نعمة النساء لا يتكلم إلا فيما أحلى الله نعمة المال لا ينفق إلا في طاعة الله كل نعمة بحسب نعمة العلم تعلم الأصول الثلاثة ولم يعلمها نعمة كفرها يعني أستسمحكم في ذكر قصة قلنا أنه للسنة والجماعة لا يذكروا القصص إلا أمر عارض من باب الاستئناس للإحتجاج احتجاج في نصص الكتاب والسنة يقول ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه جاء الكلب إلى الأسد جاء الكلب إلى الأسد قال يا ملك السبع رئيس الغابة من؟ أسد قال يا ملك السبع إن اسمي هذا خسيس اسم كلب اسم خسيس حقيق لا يصلح لي وأريد أن تغير اسمي إلى أسد إلى فهد إلى أن كذب فآبى الأسد على الكلب وقال لا إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب فألح ألح الكلب على الأسد وقال لا تغير تغير اسمي حطه تحت تغير اسمي قال لا نعم لا كذا عندما رأى الأسد الإسرار من الكلب فقال اسمع خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها لي إلى الفجر إن جئت الفجر بهذه القطعة من اللحم غيرت اسمك وإلا فأنت كلب قال الحمد لله والله إن هذا اختبار سهل أخذ القطعة من اللحم ومشى إلى المكان الذي يؤوي إليه خاص تكون بعد الدرس فجلس الكلب طيلة الليل يفكر يتردد جوع برد كلب أسل آكل لا آكل تقدم تأخر كذا إلى أن قرب الفجر وجاع جوع شديد فقال الكلب والله إن اسم الكلب اسم حسن واك اللحم الشاهد من القصة أترك هذا أن الذي انتبه انتبه من مالكلب من الأسد الآن تعرف الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة فهو أسد والذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخصة كلب وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة تطلع من باب المسجد يمين يسغل تلتفت كلب تعصي الله بنعم الله ما يمكن صلى الله يثبتني وياكم كنا قلنا هذا القصة ليلة عدراس السنة كان عندنا درس في جنيف هناك والحمد لله طلعوا أسود الحمد لله أهل السنة ما شاء الله نعم طلعوا أسود من المسجد ما فوق فأنت اختبر نفسك كيف تعصي الله بنعم الله ما يمكن طيب إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره وبعد أن تأتي تحتاج إلى الشكر بالقلب وباللسان وبالجوائح وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر هذا الثاني الأول إذا أعطي شكر الثاني إذا ابتلي صبر الناس عند المصيبة ينقسم الأقسام منها تسخط يتسخط يعترض على القضاء القدر والتسخط كبيرة من كبار الذنوب وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشركة الأصغر كيف يتسخط يتسخط بقلبه وبلساني وبجوارحي يتسخط بقلبه هذا يقول ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس يعني يقول هذا بقلبي لكن لا يتجاسر أن يقول هذا بلسان يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق لماذا فلان إمام المسجد وأنا لا لماذا فلان عنده زوجة أولاد ولا سيارة ولا غيره ولماذا فلان هو الرئيس وأنا ليس لي شيء وتخرجت أنا وفلان من الجامعة وحصلت له الأموال وكذا وأنا لم يحصل له شيء تسخط بالقلب باللسان أفه يا لهوي يا مصيبتان يسب يشتم يصيح بالجوارح ينتف الشعور ويشق الجوة أو تجدوا يعني يكسر الأشياء يعني يكسر الكاسات مثلا أو في السيارة عندما يمشي يعني يسرع سرعة جنونية هذا تسخط في الجوارح طيب الثاني يعني من الناس عند المصيبة قلنا متسخط كبير وقد يصل أنه نكون نوع من أنواع الشركة الأسر الثاني الصبر واجب بإجماع الأمة يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا إلا الذين آمنوا اصبروا وصابروا أعلى من الصبر ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه ما يتسخط أبدا الثالث ذكرنا الأول إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر والثالث إذا أذنب استغفر يذنب كل بني هذا مخطأ لكن الإشكال في أنه يذنب ولا استغفر فإذا أذنب إنسان وتاب ماذا تصنع توجه إليه اللوم لا مثلا هذا الأخ قبل فترة حليق يحلق اللحية ولا يصلي ويصنع ويصنع ثم تاب نوجه إليه اللوم ونقول لماذا قبل عشر سنين لك تلا تصلي وكذا لا لأنه تاب لكن إنسان معاند مصر وباقي على على ترك الصلاة مثل ما مثلنا بالأمس الذي يترك يا أخي صلي ما أصلي لكن الذي يقول طيب أنا أصلي وإن شاء الله أصلي اليوم هذا غير لكن إذن إذا أذنب استغفر هذا لا توجه للون للنتاب توجه اللون في الذي يصر ويعاند ويظل مقيم على المعصية نسى الله سلام قال فإن هذه الثلاث عنوان السعادة ما عنوان السعادة إذا أردت تعرف السعيد تنظر له في السراء شاكر وفي الضراء صابر وعند المعصية مستقفر هذا هو السعيد ولو تبحث في أحوال الناس تجد أن الناس لا أخرجوا عن هذه الثلاثة أشياء مفهوم من يعيد للدرس نعم أولا قبل أن نبدأ في الدرس ذكرنا أمور لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس القواعد الأربع من يعرف نعم نصيحة العلماء وحتى نستطيع أن نرد على الشبى التي أتي بها الشرك في زماننا فهرست القواعد الأربع قلنا تفهرس إلى ثلاث تقسام من يعرف أخواننا فهرست القواعد الأربع أصبر أصبر هل أنت؟ يلا يا شيخ بسم الله المقدمة وفي عنوان السعادة ولماذا ندرس التوحيد الحمد لله فتح الله عليك طيب لماذا لا ندرس كشف الشبهات قلنا هذه نصيحة العلماء وحرم العلماء القراءة في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة الطعن في الصحابة طعن في من؟ في أمر أربع من يذكرها لي؟ نعم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة وطعن في الصحابة نعم طيب أيهما أخطر تمثليات اللي يسموها إسلامية أو التمثيلات الفسق والمجود إسلامية هي ما هي إسلامية هي كفرية هذه يسمونا بغير اسمها الربع يسموه فوائد صحيح؟ والموسيقى يسموها فن وغيره المهم وهذه تمثيلات إسلامية وهذه تمثيلات وبالأمس ذكرنا لكم أنا شيد إسلامية أنا شيد إسلامية وفيها إشكال كبير الحان وكذا لكن بعض المنظومات وكذا هذا لا إشكال فيها هذا إسلامية صحيح أما هذا ليست بإسلام حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعاني متى علم الناس متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع متى؟ متى؟ من قال لكم أن الغنى سنة؟ متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع تمال يرقص في الناس حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصة الشبع تهان مساجدنا عن ذاك السماع وتكرم عن مثل ذاك البيع يعني حتى في الكناس وكذا ما أحد يغني ولا أحد يطرم صح؟ وتكرم عن مثل ذاك البيع فيا للعقول ويا للنهى ألا منكم منكر للبدع؟ قل بلى منا نعم ما يمكن أنا أشيد وكذا من المساجد طيب نعم من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ مع الدليل من كان مؤمناً تقي كان الله ولياً ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فتح الله عليك طيب النعمة هل هي ابتلاء أم لا مع الدليل؟ النعمة ابتلاء والأدلة كثيرة ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رأاه مستقرن عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر مكفر طيب ماذا تصنع تجاه أن النعمة ابتلاء؟ قلنا أمرين الأول قبل أن تأتي النعمة تتعلق بمن؟ بالوزراء والعلماء البعض ماذا صنع لنا العلماء؟ ماذا صنع لنا الحكام؟ أين حكام العرب؟ أين كذا؟ أين أخواننا؟ أين؟ سبحان الله الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله قبل أن تأتي بعد أن تأتي تشكر بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح وتتذكر تتذكر ماذا؟ قصة الكلب والأسد وترى هل أنت كلبه وأسد؟ كفى بنفسك إن هم كالأنعم بل هم أضلوا سبيله هي نعم هي نعم يا أخي لو تأتي له خبيث ما يأكل الحيوان ما يأكل ما يأكل خنزير ولا أكل خبث ولا يسكر هي نعم ولا يقول في سروالي هي نعم طيب بعد هذا هي بس أنظف من هذا والله سبحان الله طيب غيره الثالث من عنوان الثاني من عنوان السعادة إذا ابتليه لا إذا ابتليه نعم صبر وضد الصبر التسخط بالقلب وباللسان وبالجوالح حكم الصبر واجب يجمع الأمة الثالث إذا أذنب استغفر أذنب إنسان واستغفر وتاب لا توجه له ولا تقول والله كان يصنع قبل سنين كذا وكان كذا وأنا عند الصور عند المستندات لا تاب تاب الله عليه صحيح نعم فإن هذه الثلاث عنوان السعادة لماذا ندرس التوحيد أخذنا هذه قسمة الثانية قسمة الثالث قواعد أربع باختصار اختصار شديد المسألة الأولى أو القاعدة الأولى أو الشبهة لو قال لك المبطل أو المشرك أنا لا أعبد إلا الله وأنا أقول إن الله الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبن أقول ما يصلح هذا حتى تصرف كل العبادات لله فإن صرف شيء من العبادات ولو عبادة واحدة لغير الله فقد وافق الكفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل الكفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من عبادة لله نعم وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون العبادة كلها ما ينفع أن يأتي بعض العبادات ويترك البعض إما الكل أو لا شيء طيب هذا القاعدة الأولى الثانية إذا قال لك هذا المبطل أو المشرك أنا ما أعبد هؤلاء أنا أريد من هؤلاء القربة والشفاعة إيش تقول هذا قول الكفار سواء بسواء ما نعبدهم إلا الأقربون الله زلفة هؤلاء الشفعاء عند الله نقول هذا هو الكفر الذي جاء به الكفر الذي نبعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الثالثة والشبهة الثالثة البعض الآن يقول هؤلاء الوهابية التنابس بالألقاب ما يصح هم لو كان عندهم حجة لردوا على من يزعمون أنهم وهابين صحيح صحيح نعم يقول أنتم تذكرون الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام نحن ما نعبد الأصنام كيف تجعل الصالحين كالأصنام والملائكة كالأصنام نقول نحن لم نجعل الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام ومن عبد الملائكة ومن عبد الصالحين ومن عبد الأولياء ومن عبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر ولم يفرق بين شرك وشرك وقال سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ونسرد عليه الأدلة التي فيها أن الله كفر من عبد الملائكة والأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام والصالحين وغيرهم القاعدة الرابعة الأخيرة نقول لهؤلاء اتقوا الله كفار الذين أبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في السراء وأخلصوا في الظراء وكفرهم الله أنتم نسأل الله لكم الهداء والحمد لله الذي عافانا شرككم في السراء وفي الظراء أنتم أشد مما كان عليها للكفر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام انتهت القاعدة الحمد لله من يعد عليه يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه مرة واحد يحفظ الدرس لا يضر لازم تشويش نعم شيطان موجود مشوش نعم الشيطان الإنس أشد من شيطان الجن لأن الشيطان الجن تقول عذب الله من الشيطان الجيم يذهب وشيطان الإنس تقول عذب الله من الشيطان الجيم يزيد هذا مشكلة من يعيد لي القواعد أربع تعال خرب هنا عندنا الله يهديك أنتا من يعيد لي القواعد أربع القاعدة الأولى أن كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفر الذي نبعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الثانية أنهم يقولوا ما عبدناهم إلا نريد منهم القرب والشفاء نقول هذا هو الذي عليه الكفار الثالثة أني أقول أن هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام ونحن نعبد الأصنام نقول هذا هو قول لا لا نشرب عليه الأدلة في أن الله كفر مع عبد الأصنام والأحجار والأبياء والرسل والصلاة والسلام ولم يفرق بين شرك وشرك وقال سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكر دعم كل ما يشرك به من دون الله الأخير نقول أن الكفار الذين نبعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في السراء وأخلصوا في الضراء وكفرهم الله وهؤلاء نسأل الله العافية الحمد لله ذي عفانا شركهم دائما في السراء والضراء والحمد لله رب العالمين تراجع لنا ما أخذنا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى نبدأ بدراسة متن الدروس المهمة لعامة الأمة الدروس مهمة لعامة الأمة نعم الساعة كم نوقف الآن إن شاء الله في محاضرة في معرفة استراحة ثم محاضرة ثم غداء وللأ أهم ها محاضرة ستقف ثم استراحة ثم سيكونك محاضرة ولا نقف خلاص لا نقف خلاص خلاص خلصني قل رسطاح شواء إلى العصر إلى العصر خلاص عين إن شاء الله تريد محاضرة ثانية ما عرف أن ته لا لا إلا العصر خلاص يبغى يمشو هذا تمشي إلى العصر تعطي العصر بس إن شاء الله إذن موعدنا العصر إخواننا هنا طب في غداء هذا ما جاءوا للغداء يا أخي لا ما جاءوا ولا يريدوا غداء هم يريدوا العلم هذا غداء الروح ما نعطيهم طاقة يا شيخ عشان يقدر أكمل طيب نأخذ ربع ساعة فقط حتى ونقف ما في سؤال نعم في سؤال أنا أسألك الآن تجيب نعم إن شاء الله الساعة كم يعني ثانية يعني الآن الآن إلى ثنين ستكون السراحة ثم نبدأ ثنتين هل أعطي هل أعطي صعب لا لا مش عقل طانع طانع لا لا طانع الآن هي المحاضرة طيب ما تأخذ خلاص نخفف نخفف ونعطيهم ربع ساعة أنا ومع السلام لا ما فيه غداء لا ينزل فيه غداء جاهل ينتظر هنا طيب خير طيب طيب بس الغداء هنا ساعة يعني تقريبا ثلاثة ينتظروا أشخي شكرا يتذاكروا الآن هنا أو لو فيه الاختبار تعطوهم الاختبار قواعد أربع جاهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر